نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزارات تقريراً تضمن إنفجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية وأكدت الأمم المتحدة أن القيادة السياسية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين الظروف المعاشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة